عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد وخلال الاجتماع استعراضة الوزيرة البيانات الأولية للوزارة والتي تظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 بواقع 4.4% رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية وهي استمرار تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية